ضغط حد سببته إجراءات مواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد السوري المرهق جراء تسع سنوات من الحرب والعقوبات الغربية إغلاق الأسواق ومنع التجوال بين المحافظات فاقم معاناة شريحة مجتمعية عريضة وزاد من ارتفاعات أسعار السلع والمواد الغذائية كل دول العالم نزلوا الأسعار اللي تشجارنا هون رفعوا الأسعار ضربوها ب2 و3 والليت الحركة هون يعني الله يعين الفقير ويعين عيشته الزمان اشتغل شلون بدي طعم ينجلاته شلون بدي أكل لكنها إجراءات اضطرارية في مواجهة الفيروس لا تمتلك سوريا بعد الحرب الامكانات الكافية لمواجهته تحرك حكومي باتجاه تسهيل حركة مستلزمات الانتاج وتأجيل دفع مستحقات مصرفية في محاولة للحد من الأضرار كادر تسويق ما عندك عم يد عاملة ضعيفة كتير بهالحظر وهالأمور هاي كلها ومثل ما انك شايف انت البلد جامدة قمنا بخلال هذا الأسبوع بتسليم حوالي 1500 مهمة لمصانع دمشق وريف دمشق أغلبها متمركز خارج دمشق لاستمرار عمل المنشآت الصناعية وعدم توقفها عن العملية الانتاجية استجابة وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء لاستمرار عمل كافة المنشآت الصناعية دون توقف دراسة اقتصادية لمركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد توقعت منعكسات كبيرة لإجراءات مواجهة كورونا على معيشة السوريين والأداء الاقتصادي عموما هناك ارتفاع كبير في الأسعار وضغوط تضخمية عالية وبالتالي ازدادت العباء المعيشية على المواطنين بشكل كبير نتيجة سببين ارتفاع الأسعار كما قلنا وتضخم وانخفاض موارد الدخل وخاصة في القطاع الخاص ما يتطلب خطة أسعافية طهرية خبراء يقترحون إجراءات عاجلة بينها تخفيض أسعار حوامل الطاقة للصناعيين وضرب المهربين والتجار الأزماتي وإشراك القطاع الخاص والأهلي في توفير الاحتياجات الصحية في المشهد العام فعلت الحرب ثعلتها في انهاك القطاعات السورية المنتجة ليواجه السوريون تحديا يتجاوز مفهوم الأزمة الاقتصادية ما يجعل المتاعب المعيشية المسجلة أقل وطأة فيما لو تفشى وباء كورونا محمد الخضر دمشق الميادين